موزيك فن تبع الموجة برش اللي أنا معاكم اليوم وإحنا زيادة فرحانين اللي أنت موجود بحثنا الساعة قبل كل شي أنا قبل منجيل شكون لأي شي عمل لأي ماستلاست هذية شنيه؟ ماستلاست جو دمو قبل ما نعمل الشين كنت في شين أخرى قبل ما نعمل الشين هذية أنا وصاح بندور واللوجة على اسم صاحبي دليل دديكاس ليه اللوجة على اسم متاع شين حاجة إنوفاتيف ديكو ملقينا حتى اسم ماشينا كيكي قلي شي هي كاسكروت ماست كملت عليه لأست خممنا بالانجلي ماستلاست ديجا كيف ما نشوف مكتوبة ماستلاست يعني لازمك تكمل لازمك تابقى لازمك تسورفايفي دونك توسمبل مو جيم غاديكا ماستلاست بي ماستلاست عطانا لبخدوي اللي احنا موجود قدمنا أما خلينا تعرفوا على لوأي شيرني معتا بخليف غرامك بالسياسة وتاريخ اشتاكره اشتاعمل شكونو لوأي قديش عمره لأي شيرني عمري 24 سنة قريت أرشيتكتور عامين بطلت جاتني أبورتونيتي خرجت لأمريكا قريت رولاسيون انترنسيونال وقمشيت غاديكا اكتشفت العالم مغاديكا بلوزو ما بالرسمي غرامي بالسياسة كي قريت السياسة أكثر وكل شي رجعت لتونس كنت نخدم في بوت بروديكسون خرجت حالية بوت بروديكسون متاعيين ونخدم في اتاو ونخدم زادة في منظمة مجتمع مدني اللي له يبتوس كي انجاجمون دي جون متاع في السياسة ولا في الحياة المدنية من أمريكا إلى تونس الرجوع يظل ما كانش سهل برشا الرجوع ما كانش سهل جملة رجعت نهارة الانتخابات البلدية ساتون بي يعني رجعت ديريكت وأول ما رجعت ديريكتها هبط في الريونيون هبط في الاجتماعات على خاطر بالرسمي كانت شوك كولتوريل من بعد حسيتها أنا كنت كسيته برشا بش الروح حبيت نعمل حاجات كانوا في مخي برشا يقول لك عليش ما قعدش في في أمريكا مثلا على خاطر فيزامت اي عام بي لو اي قبل ما نزيدوا نتعمقوا معاك في الكنتونيو اللي تقترحوا علينا خلينا عطيوا فكرة للناس اللي تسمع فينا وما تعرفكش معتا فاش قاعد يعمل لو اي شيرني الجامعات التندانس والبوز هيدا من الحاجات اللي مهيمنين على حياتنا رد بالك تعطي فكرة ولا تنقد ولا تتفلسف لا يقولولك شكون تسخايا الروحة اما خليك بسيف لتخمم ولا تتكلم خليك تتبع في البلاتوير تحب تردك تقلب وتمسلك طموحك تتفرش في هي تتح وانا طلحها وتتبع عش تعمل الدباغ على انستغرام سيستامي خليك تكون سومي لبهاما وتولي لا فكرة لتخماما واخرتك واختش الحلول كام ما نحكي لكوش على الحزاب والسياسيين كالعارك والمعروك والمستعد يبيعه يبيع البلاد بميتين وما بيدهم وقت الانتخابات يجيوك يحكيو معاك ويفكروك بثارة مجيدة اما بعد كتحرر ديولة تتفرش في بلاتو يهبلوك بأخلاقهم الحميدة لما حال الجيتلوم تعذر السياسيين ماهم إلا مريد الشعب وأكت تقحنا على كرسي في المترو وتلقى درب البونية والدزان فما بيلك على وزارة وعلى حكم تيباز بوش تسمع بالكمبين والسبة هم لموقوتة هذا هو عنوان الفيديو الأخيرة اللي معتها اكتشفنا على انستغرام نس كل فهم تنصور اللي احنا نحكيو على محتوي سياسي وصديقنا يحكي على سياسة عليش الاختيار هذا؟ الاختيار هذا جاء تسمبله مو على خاطر أنا مغروم بالسياسة بمعنى انو نشيخ على كي نشوف عركات سياسية ولا نشوف لوبيينغ ولا حاجات كيف نهاك كيف برشة وانسا نتفرجو في هاوس اف كارج نتفرجو في ديزيجنيت السورفيفور نلقاو في مجلس نواب عبير موسي وصيف الدين مخلوف حاجات ما نتركبش على بعضها نتفرجو في حاجة سور تيران في تونس نقاو حاجة اخرى دونك خيرت اني نعمل كونتونيو بوليتي كذلك هي ثنية سعبة على الاخر على خاطر عندي ريسبونسابيلتي سوسيال عندي مسؤولية توجه بلادي نحب نعمل شانجمان لقيت البلاتفورم يوتيوب انستجرام تويتر فيسبوك لقيتهم كثنية بش نخلط الليجون شو قاعد يصير في العالم أنا مثلا كل نهار في الانستجرام نعطي حاجة صايرة في العالم في امريكا في امريكا اللاتينية في الصين كل مرة نعطي حاجة في اليوتيوب نحاول نفسر في عطس تتفرج في برنامج لا تسويع ولا تقرأ لزرتيك لكل شي أنا نعمل حاجة ديك لم لزرتيك للم كل شي نحاول نعمل فيديو خفيفة مزيانة بلوموم ما فيهيش ضحك سيريوز أما فيها أنيماسيون فيها جرافيك فيها بارشة مجهود ونحاول نخلط شنه يصير ممكن اللي تعمل فيه ساعات معنا تقول معنا عبارة إنسان كاكا في الفارق عليش على خاطر نحكي على اليوم اللي معنا الشباب تونسي ماهوش انترسي بارشة بالسياسة معنا انت قدام مهمة صعبة بارشة أنك بش تخليهم يكونوا مغرومين بالشأن السياسي الوطني ولا العالمي صحيح على الأخير سديجا يعني كنحكي مع العباد من اللول تبدأ ماهيش انترسي بالبوليتيك تقول لي فالدين من السياسة تزيد انت حكين على السياسة حكين على حاجة الضحك مالورزمان وأرزمان انه فما برشة كنتينوية ضحك دونك اللي قدم فيه أنا ماهوش موجود أبار فاخر نوجه له تحية قاعدين نحاولو نعملو في شانجمان دونك رسبونسابيليتي متاعي اني مش نطلع في سا في سا أنا باللي ننبر متاعي توكل شي الشيخ نحب نخدم على شانجمان على خطر تغييره وعمره ماهو بشي سير منهار وليلا أنا نخدم نش نخدم اني نولي كرياتور دو كنتينو معروف في عام راني نخدم على ثلاثة سنين وخمسة سنين نخدم على الفين وعشرين على المحطات اللي سايرة في تونس الكل مادم حكيت على لنمبر دفو أرقام تاعك على يوتيوب ضعيفة مانقولوش نوع عن ميل لكن ضعيفة نحكي على أربع وربعين الف فيو الفيديو عنوين هزم التتوين نحكي على الفيديو الفيسبوك بدل الانتخابات التونسية 30 ألفو فيديو حرب على حدود تونس 48 ألفو هذا الكل ما عطا نحكيه على اليوتيوب أرقام هذه قلت فرحان بها هكا ولا ليه لكن الأرقام هذه ما تخليني شو نقول اللي أنت نجحت بش تلفت أنت به شابيب تونس صحيح اللي أنا نعمل فيه كيف ما قلت لك اسماعيل مهمة صعبة برشة يعني تسعة سنين والتونسي وخاصة اللي جون يسمعوا في البوليتيك يسمعوا في العرق المعروك يسمعوا في السياسة يحل الراديو يسمع سياسة كل شيء أما يعني التمثيلية متاع الشباب في الدسكوسيون بوليتيك في أنه نحكيه في السياسة ضيفة برشة شوف أنت شكون اللي مهيمن على البلاتو مهيمنين على السياسيين الكبار والسياسيين مهيكلين وفي الأحزاب وكل شيء دونك أنا قاعد نحل في ثنية بالشباب يكون مشارك في الدسكوسيون بوليتيك بالشباب في 2024 أنا نوفر له البلاتفورم متاعي على اليوتيوب, على الفيسبوك, على انستجرام بش هو كان يحب يترشح, كان يحب يصوت كان يحب يعمل ديسكوسيون وإلا يعمل ديبا مع السياسي وإلا حتى مرشح رئاسي يلقى البلاتفورم متاعي أنا نحكي على ستة شهر ثانية شهر خلط النبر ذاكي أنا فرحان به على الأخر على خاطر كيف ما قلت لك قاعد نمشي دبا دبا نحب ناخو الثنية سلة سلة تعكي على تحكي على التغيير تحكي على أنك تحب تبدل معتا نساوي كيما أي كرياتور دو كنتينيو يتعرض للنقد وبالتالي معتا يقول لك شكون وهو بيش ينسحنا وشكون وهو بيش يبدل وشكون وهو بيش يعمل ممكن نذي تتعرض لو كوتيديا تعرضوه كل يوم يعني مالورز ما ديك عقلية تونسيو حتى في العالم موجودة إنو عبدي طايش لك كلمة كيكا سان كنسيدراسيان تا أنتي شكونك أنا نعترف أنا مانيش خير من العباد أنا مانيش أذكى واحد ومانيش أقوى واحد يحلل سياسيا أنا مجرد أتيدو شانجمان آلية تغيير نحل في اثنية جديدة برابور دومان اللي جونا مغيبين فيه واللي هو مستقبل تونس مانجموش نغيره تونس مغير سياسة ذاي مالورز ما شكونوا مهيمن على السياسة العباد اللي نفدوا منهم اللي نكرهاهم هذه الطبيعة متاع الشباب التونسي كتجي تسألوا من ناحية أخرى يقول لك أنا نحب نخرج من البلد دونك شكون بشي قعد في البلد أنا نحاول بشوية بشوية آآ إني ناخوا راي لعبادة ذوكم الشابيبا ذيك نسمع رايهم نحاول نحكي معهم ديما حتى ما هي إلا إطاب بالنسبة لي ونحاول إني معهم هما أنا ديما كي نحكي ما نحكيش بسيفتي أنا كلو أي مست لست نحكي كنحنا لعبادة تبع فيا البلاتفورما متاعكم صحيح نعطي في أفكار اللي هي نحبها أنا ونحب نعديها أما ناخد الشباب بش نيخمم الـ user experience كيفش خمم الشباب الأفكار اللي تحكي عليها والأفكار اللي تحب تعديها ممكن أصعب حاجة بش تقولي بها في شكل الـ continue اللي تقدموا أنك تعمل فيديو وانتي محايت أسؤال لهنية هل تقدم بيحياد ولا عندك ميولات سياسية معينة تعديفة نحاول لماكسيموم أني نكون موحايد عليش الرول المتاعي أنا ديجا لفت اللي انتي قلت بكري معنا اللي مهيمنين على الساحة السياسية نكرهوهم معنا ديجا سيتان جوجمان اللي قمت بيه سيتان جوجمان نمس سيتان جوجمان أما سيتان فيه عليش خطر عشرة سنين وهو ما اللي قاعدين اللي متحكمين في السياسة وهو ما اللي قاعدين عندهم زمام الحكم مرينيش حتى شانجمان يعني أنا واحد من الناس نحكي باسم العبادة التبع فيه مرينيش طالبين تغيير بين نهار وليلة طالبين أن نشوفوا هوب أن نشوفوا آمل ذي مالورز ما هو مصارش جوجمان ذي بالنسبة للشباب التبع فيه في بلاستو على خطر هو ما بيدهم يحسوا فيه بالنسبة للحيا دي نحاول أني نقرأ اللي زرتيك من مختلف المشارب من العبادة تكتب في اليسار العبادة تكتب في اليمين المواقع العلامية نحاول أني نقرأهم الكل ونعطي حاجة محايدة نعطي كان الفاكت اللي تلقم بعض لسورس موجودين في اليوتيوب وانتي في آخر الفيديو خذ البوزيسيون بتاعك خاصة أن أنت إلى هنا ما عندكش الحق في الغلط بيان سور قدام مسؤولية كبيرة معتي ذاك تعرف شنا هو النجم يصير لك والمتعدين أما الجادة اللي حكيت عليه من الأول نحب نرجع لجادة والطاقة اللي قاعد معتها تستثمر فيها في الفيديو قد يشب وقت بيش تعمل مثلا حلقة ولا فيديو منحكيول هنا من الكتيبة للتصوير للمونتاج حتاعدين بيش نشوف النور متاع الفيديو ديك نحكيو على كتيبة ساعة روشيرش حط كتيبة وروشيرش نهاري بيش النجم نخرج حاجة اللي مقتنع بها التصوير ما يشدنيش برشة الحقيقة أما بستيل جديد متاع الفيديوات النجم نقعد فيه منتاج 14 ساعة وربعاتهم سيديجات في الفيديوهات اللي خرانين ليلة الفيديو ديما نصبح على خاطر المونتاج والجرافيك يخذولي برشة وقت وأنا وحدي منفيستي ماتريالي ماتريالي راه برشة فلوس منفيستي فيه وأنا منيش ندخل فيه حتى فرانك من يوتيوب ولا ما دخلش فيه ملك كيفيش تصرف كيفيش قاعدة تعيش منين مع انتا تشري في الماتريال مدخل دوز دولار أنا من اليوتيوب الحمد لله يا ربي في قديش وقت دوز دولار في بريسك في سبتمبر نجم نعمل عام هاي ما شاء الله يعني غوست فلوسك كيف ما قلت لك أنا الفلوس اللي نخدم بهم منبرة نحاول أني ننفستيهم أنا مغروم برشة بلوديو فيزيويل دونك بتبيعتي وبالبوت بروديكسيون وكل شي نتقى روحي اللي أنا عندي المينموم بتاع الهارد سكيلز مينموم بتاع الكمبيتنس بتاع المونتاج بتاع التصوير يتخلين نعمل لذيك لوميير نعرف كيفاش نتحكم كل شي دونك قاد ننفستي فيه في كونتوني اللي عندي فيزيون كبيرة لي اللي نحبه بالرسمي نحب نعمل أثر في البلاد الذين كونتوني اللي تحبه مهوش سياسي فقط فمزيدا كونتوني يحكي على التاريخ مثلا نحكيتان على الحرب العالمية لولا حكيتان على الأزمة الاقتصادية لا صعب بالنسبة لي كالتاريخ والسياسة السياسة على خطر سياسة والاكتوليتي كيفوتك كيفوتك حاجة معاش نجم ترجع سعيه معاش نجم ترجع أنا عندي مسكريبتي حاجات يعني كتب حاجات اللي فات عليهم الوقت دونك تحرقوا ما ينبقى العبيد بشتفرج فيهم وكل شي دونك السياسة عندي أنا سعيبة ببارشة خطي لازم فيسعة فيسعة تكتب فيسعة فيسعة تعمل أشير خاصة أنه في الفيديوهات الجديدة خاصة أنك نحكي على تونس لازم نكونسولتي عباد كسوها مثلا في تطوين كلمت عباد في تطوين كلمت اللي هين بدي دوسين بتاع في تونس موارة طبيعية حبيت نستفسر على خطر كيف ما قلت أنت ما عنديش مجال بتاع غلط في بش نعطي فاكت بش نغلط العبادة معاي بلا يكون صريحة معاي الرشيرش هدي الكل والتليفونات ويعلم بك ربي وداسيت وغشيخش وكل ومبعد الفيديو متاعك ما يفوتوش خمسين الف وتشوف مثلا الفيديو تحكي على الخيانة تسكر المليون في بلا يشنا وتحس ولأي جسوي جسوي سريو أنا بالرسمي ساعات نحس حزين على خطر نمن أنه الفيديوهات المتاعي ما هو مش أحسن فيديوهات أما نحبهم اللعبات تتفرج فيهم وممطن فما البيهي والخايب بمعنى ومش حتى الخايب فما النوعة ذاك متاع الفيديوهات اللي هو موجود منه برشا بهي وفما النوعة الجديدة النوعة ذاك اللي في تونس ما فهماش وأنه النوعة اللي نخدم فيه أنا ما هوش موجود برشا طب ما فهماش إكيليبر ذونك الفيديوهات هذوكم اللي يعملوا البوز بكل زموا واللي عندهم منحق على خطر كل واحد يختار ثنيته موجودين منهم برشا والعبات تحبهم برشا فهمت خطر إموسيونيل حتى في الطبيعة البشرية يسولوا فيسع فيسع أما اللوجيك هو الصعيب بإنك بشتخلط لعبات حاجة منطقية وتشدوا فيديو بتاع خمسة ولا سبعة دقائق شو قد يتفرج بش يخرج بمعلومة خاطر فيتونس تحبولها تكره خاصة الكاتيجوري داج اللي تتبع فيها الشباب ما يحبوش ياخدوا معلومات تساملهم أنت حكيت على يوتيبير واللي كان الضيف بتاعنا الهنين سلموا عليه فاخر بالحاج عمر بش نساملك يوتيبيرز ميس بوليتيك الزوز يشبهولك في المحتوي مع تتريتيو في نفس الماتير ولا نفس المواضيع رأيك فيهم فاخر فاخر يتير بيا برشا فاخر بالرسمي إنسان أنا مضع بيا كان كل جمعة يهبط فيديو خطروا إنسان كتيبتوا طيارة على الأخر وكتيبتوا تمس اللي مبارد ما تهرج فيها دايوغ جيت الفيديو الأخر على قوم بلا موقوط قالوا لكم اللي اللي كتيبها تشبه لبعضكم فما واحد كتب لي كومنتير فاخر أمسا فاخر بالرسمي إنو كتفرش في الفيديوهات متاعو وتاخو روكول تقول أنا التاوش نيبش نعمل فمتا أما مالورزما الفيديوهات متاعو يتعبو وما هومش ما فميش ما هومش قاعدين ياهبتوا برشا فمتا أنا مضى بي كالراء فاخر كل جمعة كالراء يخدم على تويتر كالراء يخدم على فيسبوك على انستغرام على بلاتفورم وكل على خاطر فاخر زادة ما نعرفش هو كيفش يخصي بروح أما أنا الراء فاخر على آلية متاع تغيير زادة في تونس إنو نجموا نغيروا في تونس عندي لي كاسألة سياسية سريعة أهم شخصية سياسية في تاريخ تونس بنسبة لي كنتي كل شخصيات الحركة الوطنية اللي ما لورزموهم ما تقرروش والتونس ما يعرفوش عليهم الحركة الوطنية في تونس إن شاء الله يجي نهار اللي يصيروا عليهم أفلام يصيروا عليهم مسلسلات شخصيات الحركة أعطيني اسم اسم فرحة حشيد بورقيبة صلاح بن يوسف ذو ما اللي توا يصغلوا فيهم في عركات سياسية كلهم فما اللي عمل به والخائب أكيد ما همش ملايك الكل أما لازمنا نقراو عليهم ولازمنا نشوفوهم ولازمنا نحكيو عليهم أهم شخصية سياسية في تونس حاليا ما فهميش شخصية سياسية تراها تنجم تكون رئيس الحكومة الجديدة ما فهميش آه ملش بشي شد ما فهميش على خاطر اسماعيل هم بيدهم نفس العباد نفس العباد أنا مثلا مثلا البارح نتفرج في سيري في اليوتيوب متاع فيس ريت رئيس سلفادور عمره 37 سنة كي يهبط يعمل خطاب ولا حاجة يبدأ كسكيت التالي كسكيت ألونفير مريق اللي فهمتني يحكي بلغة الشعب مالورزمون التوينس الشباب كيشوفوا سياسيين ما همش يشوفوا في عباد يمثلوهم ما همش يشوفوا في عباد بشي حلولهم مشاكل متاح سياسي تنصح ويعتزل سياسي ننصح ويعتزل راشد الغنوشي عمل برشة برشة بوليميك برشة تفرقة فهم برشة شباب كيشوفوا في حركة والبرة اللي نجم يكونوا خير منه برشة وأكثر من هذا أنا كريتيك متاعي كان حركة النهضة هي حركة ديمقراطية وكل شيء راشد الغنوشي رئيس الحركة منذ يعني بداية النهضة وقيت أنه يخلي المجال اللعبية أخرين مجلس نوي بشعب قديش تعطي على عشرة واحد بش واحد بش نقول شوية منحنا شوية مرتبة لدي بي انتي وانتي مرواح تاورت بالكالير السؤال اللي نوفى بي كيف تشوف تونس متاع غدوة تونس متاع غدوة تونس غدوة تنجم تكون تونس في دولة متقدمة عنا لكباسيتي الكل دولة صغيرة شعبها صغير شعبها ذكي وفاطن وقت اللي يحب يكون فاطن عنا لاليات التغيير ما عادش عنا رغبة على خطر العباد الكل فدت وضع اقتصادي طايح حالتنا حليل نجموا قادرين على التغيير أما لازمها برش أنا نقول أنا نقول وأنه نعتبر روحي مجي للضايع فما كونسيبت بعد الحرب على ميلكة واليه أنست هيمينغوية كل شيء الجيل الضايع هما العباد اللي ضحوا برواحهم بعد الحرب العالمية أنا أقول أنا من من جيل الضايع بعد الثورة على خطر الجيل اللي ما يتماعش بشي يربح من تونس الجيل اللي لازموا يمد يده في تونس اللي لازموا يقدم اللي لازموا يحط روحوا على ذمة العباد الأخرين بشي نجموا وقدموا بشي نجموا وغيروا على خطر كان كل واحد بشي يخمم بالحل الفردي أنه أنا نربح ونعيش وما يهمنيش في العباد الأخرين ماناش نوصلوا حد شي دونك نحنا ماناش كالرية نحنا مالكة شباب تونس اللي حب يخرج تاو هو بيدو لازموا يحط يدو في العجينة ولازموا يغير على خطر بلادو وذية اللي هو ولولادو وللاجيال القادم لأي شيرني مرسي انفينيما مرسي بكو يعطيك الساحة كل موزون فريمان معتنا نتمنى لكل توفيق مرسي انفينيما اللي كونت ذايفنا للا في موسيق بينا